ومعي زميلة ليال بو موسى التي ستتابع في ملف التعليم العالي في لبنان يعني بها حلقات سابقة كنا فرجينا أدي سهل تتزور شهيدة التعليم العالي هلأ رح نفحص معها لليال أديش في فوضى على مستوى الرخص التي تتعلق بعدد من الاختصاصات داخل عدد من الجامعات صحيح رياد مساء الخير لألك وللمشاهدين يعني طبعا كلما منغوص أكتر بملف التعليم العالي كلما منشوف ظلم حقيقة ظلم يعني ما منعرف إذا التلميذ هو يعني دايما التلميذ هو ضحية بمحل لازم يسأل أو ما لازم يسأل هؤلاء الأسئلة اللي اكتار يعني لما كنت عم تابع الموضوع اسمعوا أنه لا التلميذ مثلا ما استفسر قبل هلأ بفسر أكتر عن الموضوع بس للقيته بعد البحث بموضوع ملف التعليم العالي أنه الضحايا هن تلميذ وإيام جامعات وإيام الجامعات هن جلاد ووزارة التربية هي أيضا جلاد بمحل معين فالمنيح بكل هيد الخبرية أنه صار فيه مدير عام للتعليم العالي بلبنان كان قبل في عنا مدير عام للتربية والتعليم العالي وهو فادي يارك كان عنده التربية والتعليم العالي ما كان قادر يلحق بكل صراحة وهذا الشي مؤسف جدا بوقت يلي فيه أحمد الجمال يلي كان مدير عام للتعليم العالي سابقا وبملفات فساد راح من الوزارة ما راح على توقيف ولا راح والله يدفع بمحل من يعني يعني هو بمحل صار فيه تزوير صار فيه ملفات فساد حكى عنه فيها نشال من مركز وراح يقعد بالبيت ويقبض مصاري من دون ما يكون عم يشتغل للأسف هيدا الموضة اللي معتمدة بلبنان لحتى نبدأ بهيدا الملف تحديدا يلي راح نحكي عنه اليوم منبلش بهيدا التقرير لحتى توضح الصورة عند المشاهدين تعلم وتعب وبالآخر يطلع النشادي مش قادر يستحسل عليها خمسة تلميز من نفس الدفعة بياخدوا إذن مزاولة وباقي التلميز ما بياخدوا إذن مزاولة انو الاختصاص منو مرخص وانو ما في شيء قانوني في هذه الصورة من عام الفين وسبعة عشر تشرب عائلة جامعة أل سيو نخبة توقيع مجلس الوزراء مراسيم اختصاصات جديدة في الجامعة إلا أن نخبة المراسيم لم يترجم بعد بمباشرة التدريس والاعتراف بالاختصاصات منها هندسة الدكور والمساحة وغيرها والنتيجة طلاب لم يشربوا نخبة تخرجهم بعد لأن التوقيع على شهاداتهم عالق بين مخالفات الجامعة التي بدأت بالتدريس قبل إذن المباشرة والمماطلة في وزارة التربية حال جامعة أل سيو ليست فريدة من نوعها فطلاب جامعات عدة وقعوا ضحية غياب الاعتراف باختصاصهم وأنهوا دراساتهم من دون أن تبصر شهاداتهم النور ومنها جامعة العزم التي فتحت اختصاص علم الجريمة والتربية واللغة الإنجليزية والكيمياء منذ عام الفين وثمانية عشر إلا أن مرسومة ترخيص لها بهذه الاختصاصات لم يصدر قبل شباط الفين واثنين وعشرين ولم تحصل حتى الآن على إذن المباشرة بالتدريس ولا بالاعتراف جامعة المدينة A.U.L.B.I.U. الجامعة الإسلامية الجامعة اللبنانية الألمانية على سبيل المثال لا الحصر يعاني عدد من طلابها من الضياع نفسه لا شهادة تصدر ولا اعتراف باختصاصات معينة كاختصاص الهندسة المدنية في جامعة المدينة والإجازة التعليمية في إدارة الأعمال في A.U.L. والهندسة الميكانيكية في البي.I.U. وماستير تخصصي في الصحة العامة وإدارة الأعمال والإدارة التربوية في الجامعة اللبنانية الألمانية والعلاج الفيزيائي في الجامعة الإسلامية شهدت المعادلة ما معيها أنا ما بقدر أحصل على المزاولة إلا ما تكون ورقة المعادلة معي هيك ما نتوصل مع المندوب ساعة مواصفين مقاطبين ساعة بدن المواصفين الرشاوي تحت يمضلنا المدر الشور هيك ظلنا سنة وثنينة الشهور ثلاث خطوات للاعتراف بالاختصاص الجامعي تبدأ بالمرسوم بعده بإذن التدريس وثم بالاعتراف وفي ظل فورة الجامعات غير المبررة من يستحق الترخيص ومن يحدد هذا الحق من عدمه في ظل التدخلات السياسية والتربوية وتضارب المصالح في مجلس التعليم العالي واللجان الفنية ومن ينقذ الطلاب الذين دفعوا وقتهم ومالهم ولم يحصلوا على حقهم بالشهادة الجامعية إذن بعد ما شفنا عدة التقرير منشوف ضحايا ضحايا طلاب درسوا دفعوا تعبوا خسروا سنوات بس ما أخذوا شهادة ما أخذوا شهادة ليه؟ الحق على مين؟ هون بلش البحث الحق على الطالب أنه والله ما سأل بوزارة التربية إذا هيدا شهادة مرخصة؟ صدق الجامعة إذا هيدا شهادة وعلمياً الكلمة الدقيقة معترف فيها لأنه في ثلاث مراحل مثل ما هو واضح بالتقرير ترخيص إذن مباشرة واعتراف للأسف ما فيه يمكن جامعات كتير قليلة اللي ما عندها مخالفات بلبنان حتى بعض الجامعات العريقة بس يلي رح نحكي عنهم اليوم بهيد الحلقة هن الجامعات اللي عندهم ضحايا يلي فتحوا اختصاصاتهم بكل وقاحة مش بعد إذن التدريس لأنه هيدا صحيح إنما قبل إذن المباشرة بالتدريس وقبل حتى الترخيص يعني قبل ما ياخدوا مرسوم ترخيص بالاختصاص قرروا يبلشوا هيدا الموضوع يلي رح نتناوله بالحلقة بكل ضحايا نبدأ مع مدير عام التعليم العالي دكتور مازن لحتى نحكي معه ونحنا بالمقابلة حكينا معه وعن هذه التفاصيل كلها سوا وملف الجامعات بشكل عام خلينا نبدأ مع السؤال الأول أدي عنا جامعات بلبنان وعلى أي أساس بيتسموا نسمع هيدا التالي أدي عدد الجامعات الخاصة بلبنان خمسين حاليا عدد احنا منقول المؤسسات التعليم العالي ما كلهم جامعات في منهم كليات جامعية وفي منهم جامعات تعريف الجامعة بحسب القانون هي اللي عندها ثلاث كليات على الأقل فمجموع مؤسسات التعليم العالي هن خمسين من ضمنهم جامعات ومن ضمنهم كليات جامعية دكتور يعني اليوم لما منشوف كمان كليات مثلا فيه كلية بتبقى وحدة وبيكون اسمها الكلية أو الجامعة مسميه حالة الجامعة الدولية يعني حقيقة هذا الموضوع أنه اليوم الطلاب مين بيقدر يضبط هالتسميات ما حدا بيقدر يضبط مثلا جامعة فلان ما بدي سمي هلأ بس أنه بتعرفون حضرتك الدولية بيبقى عندها أنجأ فرع أيام أو فرعين أو ثلاثة بلبنان وبمنطقة معينة يعني كي هيدا التسميات كيف برأيك فوضى كيف تصفها بمرحلة من المراحل كانت التسميات مثلا جامعة اللبنانية الأمريكية كان إلى سند علمي قانوني لحتى نحط اسم الأمريكية على جنب اللبنانية ثم لاحقا ظهرت أسماء لجامعات مثل اللبنانية الكندي اللبنانية الألمانية أسماء للأسف اليوم ما فيش تنظيم تنظيم قانوني موجود بيحدد أنه أنا لحتى استعير اسم بلد أو لحتى استعير كلمة دولية عربية لازم يكون في شروط معينة متوفرة هيدا من الملفات يلي موضوعة للتنظيم بس للصراحة اليوم ما في نص قانوني بيقول أنه أنا لا أستخدم اسم بلد أو اسم شي يجب أن يكون كذا وكذا وكذا يعني بيسموا عزوء يعني هلأ نحنا فينا كنا عرفت كيف أنه بيعترضوا على اسم البرنامج يسكت حكم الفاسد يعني نحنا بدنا نعترض لمرة هو في أحد الأشخاص حسب ما كانوا بقولي بالإعداد كانوا عمدتهم من ورد قالوا بس بشي من ناس بنطلع على اسم البرنامج ما اقترح علينا شي اسم قالوا خمس دقايق بيحكي رياض لغير اسم يعني عن جد أنه منسمل بدنا منزم دولية بيبقى حقيقة عندها فرع بهونيك زروبة بيصير اسمها دولية طيب ما الطالب كمان قده بده يكون يعني بده يروح ينبش ما وين الدولة عن جد وين الرقابة وين دور وزارة التربية وين دور مجلس النواب لأنه هيدا بده تشريع وين دور يعني شو لازم ينعمل لحتى ينضبط على القليل التسمية هذا الشي مش مقبول لأنه بيصير فيه مثلا بتذكر لما كنا بالجامعات كيف نسرقوا أموالنا بديعايات من المصارف ويصيروا يترجوك تروح تحط مصرياتك عندهم نفس الشي الجامعات دعايات لا تعد ولا تحصى على البيلبوردز على الطرقات عم بيخبروكم عن جامعات عم تمبت يعني هاي كل يوم بيطلع جامعة كل يوم بيطلع كلية في شي مش مقبول صرنا خمسين خمسين عم نحكي بالجامعة خمسين في شي مش مقبول عم بيصير بكل الأحوال طوال هدا كله أحساب الجامعة اللبنانية أحساب الجامعة اللبنانية يهو حال هدا ملف لحاله بيسرقين حكى فيه دعايات وزراء التربية وعدد منهم اللي إجوا على وزارة التربية خلال توليهم وزارة التربية فتحوا جامعات خاصة يعني أعرفت كيف وأخذوا هو هلأ مش غلط يكون فيه جامعة خاصة بس الأساس يكون فيه عندنا جامعة وطنية طبعا ما هي بمحل ما حدا ما حدا منتبه للجامعة اللبنانية اليوم وهيدا الشي عم بيأثر على الجامعة اللبنانية بشكل مباشر جامعة وطنية يعني وخصوصا بالأزمة الاقتصادية اليوم مهمة جدا أنه نرجع نهتم بالجامعة الوطنية لأنه فيه ناس مش قادرة تحط ولادها لأنه فيه غالة كبيرة بالجامعات الخاصة خلينا نروح على كمان هون نقطة واقع الجامعات في لبنان نسمع شؤال مدير عام التعليم العالي في لبنان دكتور مازان الخطيب برأيك الجامعات كمدير عام للتعليم العالي كل الجامعات تستحق الترخيص من خلال اطلاعي خلال فترة وجيزة الأربعة الشهر اطلاعي على مضمون البرامج وعلى التعاطي مع بعض الكليات الجامعية عم لاحظ أنه فعلا فيه تدني بمقاربة مسائل التعليم الجامعي عما هو متعارف عليها عالميا وعلى الأكيد أنه في جهد كبير لازم تبزله المديرية العامة للتعليم العالي لحتى إذا ما كان بالإمكانية إلغاء ترخيص لأسباب متعددة أنه تنهض بجودة التعليم بالكليات والجامعات يلي عم نلاحظ أنه ما عندهم بعض الأصول والأعراف والتقاليد وآليات العمل والمستوى الأكاديمي المطلوب يعني مش أنا عم بقول ولا رياد عم بيحكي مش حبين يعني نحنا هيك نشوف شو طلع عبالنا نحكي ونحكي لا هيدا مدير عام التعليم العالي بلبنان هو عم بيقول عم بيقول خلال توليه هيدا المنصب وشيف الجامعات لا أكيد مش الكل بيستحقوا الترخيص بس يمكن ما منقدر نسحب الترخيص منهم فبدنا نشتغل وأنا يعني بدي أشكره صرنا بدنا نشكره اليوم يعني الهزم يعمل شي على شغله بالدولة يعني بدي أشكره على هالجهد يلي عم بيعمله خلال أربعة شهر أو خمسة شهر من تولي هذا المنصب يلي هو عبق لسنوات قديمة جدا يعني سنوات ماضية تولى هو هيدا العبق خلينا نبلش هون بموضوعنا بآخر الحلقة كنا نشرنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالحلقة موضوعنا يلي هو مين عم بيلاقي الصعوبة باعتراف باختصاص ومين من الطلاب بعد ما أخذ شاتو ما فيني أخبركم أدي فيه رسائل وصلت لنا وأدي فيه اتصالات وصلت لنا من طلاب ولكن للأسف فيه خوف من أنهم يطلعوا يحكوا يلي ولكن فيه طلاب قبلوا يطلعوا يحكوا لأنه ما بقى عندهم أمل بغير شي بدهم يحاولوا يوصلوا صوتهم ونحن رح ندعمهم ليس فقط بالحلقة هون إنما خارج هيدا الحلقة وبوزارة التربية ومع مدير عام التعليم العالي رح نتابع هذا الموضوع مش بس على الهوى تحت الهوى لأنه ما بيصير الظلم يلي عم يتعرضوا له من كفة من عندي لنشوف مثلا فيه تلميذ تواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقول أنه هو تلميذ جامع عم بيدرس هندسة ميكانيك بجامعة عبد الرحيم مراد أنا بتخرج هيدا الفصل ونحن لحديث هلأ ما فيه خبر بأكد أنه شهادتي اللي فرضوها علينا مؤخرا وهي البي ايو بتخولني لمعادلة شهادتي بوزارة التربية وبالتالي ما بقدر أحصل على إزم مزاولة مهنة ولا حق الانتساب لنقابة مهندسين وبيتمنى أن نجيب صوت ولكن بيخاف لأنه ممكن أنه يعني يصير في أزاه هو مش عم نقول أنه رح يتعرضوا له أبدا بس هو هيك عم بيقول منشوف كمان شخص تاني بيقول أنه هو بالجامعة اللبنانية الدولية فرع بيروت سجلنا بالعام 2017-2018 اخترعوا شيء اسمه جامعة بيروت الدولية بي ايو ما منفرق شيء عن تلميذ التانيين مناخد نفس الكورس بس نحنا مش معترف بشهاداتنا وهن معترف بشهاداته منكفي لنروح ال ايو غير ال بي ايو صح ال ايو غير ال بي ايو بس الفكرة وين رياض وهلأ منسمع شو حكيه للتلميذ وهو طلع مظبوط أنه تسجلوا ال ايو بآخر سنة اكتشفوا أنه هن مسجلين بي ايو منذ هم ما يعرفوا يعني هن تسجلوا لبنانية الدولية منرجعهم على الدولية صاروا بيروت الدولية نقلوهن على العاصمة بلا ما يخبرون فهيدي مشكلة كمان ما بيصير يعني هيدا الطريقة بالتعاطي وإضافة لهيك هلأ منسمع وخلينا نسمع هيدا الصونورية اللي بيفرجة أنه حالة كمان فضل ما يبين وجه كرمال ما يصير فيه أي أزا حرية شخصية كانوا بنفس الصف ناس اعترف بشهاداتهم لأنه ال ايو نفس الدكتور عم بيعلمهم بنفس الصف وناس ما تم الاعتراف بشهاداتهم لأنه بايو بناءا على إفاقاتهم نحن حوالنا نتواصل مع الجامعة نحن جربنا نتواصل مع كل الأجامعات لقبلوا يطلعوا ويعتوا رد صار ضروري دايما ننأكد يعني علما أنه هاي بديهيات نحن أي شخص أو أي جهب لا طبعا ولا مرة ما عملنا هيك نعطيها الرد قبل العرض حتى يعني صح ولا مرة ما عملنا هيك يعني هيدا من أخلاقيات أصلا نشر المواضيع ونحن كله نشر مواضيع مدقيين فيها خيانا نسمع شو قال هالطالب أنا سجلت بجامعة الألأيو بالفول سنة 2017 باختصاص ترجمة تسجلنا على أساس أنه عادي نحن تلميذ الألأيو بآخر سمسر منكتشف أنه نحن مسجلين بالبيأيو وشهدتها منا معترف فيها نحن أخذين نفس الكورسير مع نفس الدكاترة اللي أخذينا تلميذ الألأيو بس للأسف نحن مش معترف بشهدتنا وهن معترف بشهدتهم فنتمنى أنه هيدا الموضوع ينحل لما نكون ضيعت أربع سنين من عمره على الفاضي نحن ما كنا نعرف أنه في شيء اسمه بأيو نحن عادي نزلنا تسجلنا بجامعة الألأيو ما كنا عارفين أبدا بهاي التفاصيل فبعدين بيخبرونا هني أنه نحن مسجلين بأيو وبتطلع منكتشف أنه شهدتها تمنى معترف فيها بوزارة التربية بحب تواجه لوزارة التربية أنه تحللنا الموضوع بحب أكد له أنه نحن ذات الكورسات وذات الدكاترة أخذينه مع تلميذ الألأيو ما بدي أنه يروح أربع سنين من عمري على الفاضي بتمنى أنه ينحل الموضوع يعني أنتم كنتوا بذات الصف بي أيو ألأيو؟ صح 100% وبقدر أعطيكي أسماء طيب أنا ما فهمت طالما الألأيو عند الرخصة ليش ما بيكمل في عدد معين هني بوقتها وأنا أكدت منها من وزارة التربية صحيح أنه صار فيه هيدا النقل بين أنه صار فيه بي أيو وعملوا صاروا يسجلوا طلاب على البي أيو وطلاب على الالأيو بوقت يعني شو التفسير نحن جربنا نتصل مع الالأيو لحتى ناخد ردهم طمع نفوت نحن بالتحليلات أو نتبنى آراء أخرى نحن نبدو أنه الالأيو غير البي أيو صح صح الالأيو غير البي أيو بس هني في فترة قبل ما يصير فيه البي أيو تسجلوا الالأيو لما تسجلوا الالأيو طلعوا بعدين هني مش هيفكرين حالهم متسجدين الالأيو المبنى الاسم كله صاروا هني على الورق الوقت عليها الطالب هني تسجلوا على أساس الالأيو آخر سماس عرفوا أنه هني بي أيو هيدا الشي اللي صار أنا بتمنى أنه يطلع عند الدولة بوزارة التربية كانوا حطينهم لا لا هني يسجلون الجامعة وزارة التربية صرحوا عنهم لوزارة التربية صرحوا عنهم لوزارة التربية وهيدا مش حالة وحيدة يعني في كتير حالة فرجينا حالتين والحالة اللي سمعنا شو قال الطالب معنا وكمان هيدا الحالات يعني أنا بتمنى جماعة البي ايو جماعة الايو يطلعوا يحكوا حقهم يقولوا ردهم حاولنا نتواصل معهم ما كان فيه أي رد بأنه يكونوا معنا بالحلقة أو يعترد بيحبوا الهواء مفتوح لحتى يكونوا عم بيوضحوا الصورة بس هيدا المعلومة مؤكدة أصلا كمان من وزارة التربية